اشتركوا في القناة بطور غير انت بتقوله انتهى بل والله عبيدس انت تطلع على الهوى وتقول انا معايا الصفحة 4 و 4 إذا تتتكلم في ايه القرار الذي خرج من محكمة العدل الدولية في لاهاي بأحقية المغرب بأحقية المغرب بعدين انت بتقول امريكا بتعترف بالفوليساريو امريكا بتعترف بكل الحركات الإرهابية ولاها مكاتب في واشنطن انت عارف طبعا المخابرات الأمريكية بتتعامل مع هذه الإصابات حتى يكون لها مصالح لها في المستقبل لكن امريكا فتحت قنصلياتها في العيون هو ده الاعتراض بمغربية الصحراء ثم انت بتتهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا وأن يشفي كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين تبتم أينما كنتم وطبط أوقاتكم كابسولة جديدة من حكاوي قبل ما أبدأ الكابسولة عاوز أوجه آآ رسالة صغيرة كده إلى الجاهل الذي يدعي العلم وإلى الغبي الذي يدعي الزكاء هو عارف نفسه أو هي عارفة نفسها الأخت اللي انتوا عارفينها يا أخت لما بنقول العروبة وطن مش بنقولها من فراغ لما بنقول العروبة وطن يعني بنقول أن يحق لنا أن احنا نتكلم في كل مشاكلنا كل مشاكل الوطن العربي اليامني يتكلم والمصري يتكلم وأي حد يستظل بسماء الوطن العربي من حقه أنه يتكلم في أي مشكلة داخل الوطن العربي فيا أخت ما تجهدش نفسك ويعني اغتاحي وبالنسبة للتهديدات بتاعتك بلليها واشربي ميتها ولا تفرق معانا وعملالي فيها الضكرة الوحيد في الدويلة وانت الحمية الحمة وأنا بهدد أنا بهدد هددي يا أخت زي ما أنت عايزة ما بنقولش من الكلام ده وأتمنى أتمنى يقع قرقوبي في سكتي أتمنى هذا يقع واحد بس في سكتي سواء في مصر أو في المملكة المغربية الشريفة أو في أي مكان يقع في سكتي مش هطول أكتر من كده لأنهم ما يستحقوش إن أنا أديهم أكبر من حجمهم نشرت جريدة الشروق التفهة الكذبة الفاشلة الزبالة المعسكر أول مبارح طبعا القرار يا جماعة قرار مجلس الأمن ٢٠٦٤ مطير دماغهم وبيحاولوا أنهم يخفوا هذا المسأل عندنا في مصر بيقول التجر لما بيفلس بيدور في الدفاتر الأديمة هما أمام هذا القرار عملوا كده مش لقين حاجة يردوا بيها السفير عمر هلال أعلن عقب صدور هذا القرار مسؤولية دويلة الجزائر البائسة عن صناعة البولوزاريو ودي حقيقة هما بيتخيلوا أن الدنيا مش عارفة لكن الحقيقة أن الدنيا كلها عارفة دويلة الجزائر هي من صنعت عصابة البولوزاريو الإرهابية سنة ٧٥ مش تايها يعني الموضوع بسيط جدا واضح للعيان والبيان يعني فردوا عليه طبعا هما جابوها في إيه نشطاء التواصل الاجتماعي قصدهم زباب فش كريحة يعني ردوا عليه جابوله قصاصة من جريدة قديمة اسمها العلم من سنة ٧٧ وبالقصاصة دي بتقول إن في مقاومة للاحتلال الإسباني في الصحراء المغربية وقالوا فيها إن هذه الورقة دي اللي بتاع الأديمة دي هي عبارة عن قصصة ورقية من مجلة العلم لسان حال حزب الاستقلال صاحب الطرح التوسعي للمملكة المغربية وقالوا إنها بتصف مقاتل الجبهة بالمقاومين ضد الاستعمار الأسباني القصاصة بتصف يعني أنا جبت لكم القصاصة بتاعتهم دي هو ده الإفلاس يا جماعة بكل أشكاله ومعانيه بقى هنعتمد على صور ورق قديم حتى لو اعتمدنا طب ما إحنا عارفين إن كانت في مقاومة على أرض الصحراء المغربية وتدعم من المغرب ضد الاحتلال الأسباني مش من تلاتة وسبعين ده من ساعة الاحتلال يعني إيه بقى إيه الجديد في كده يعني لكن هو إفلاس يا جماعة مش عارفين يرده طبعا بقى إيه لازم يضيفوا التاتشاط بتاعتهم الكاذبة دي آآ وكانت سخرية على السفير عمر ينال من سخرية من مين ومين اللي بيصخر من مين ده إنتوا أصبحتوا سخرية العالم كل إنتوا ناسين نفسوك ولا إيه عشان كده جماعة إحنا دلوقتي في ظل أيام وتحتفل المملكة المغربية الشريفة بذكرى المسيرة الخضراء فقلت لكم بارح إن إحنا هنعمل حلقات عن تاريخ الصحراء المغربية ولابد وأن يعرف العالم العربي كله ما هي الصحراء المغربية وما هو تاريخها وما هو حق المملكة المغربية الشريفة فيها يعني عشان بقى كل الهابل والهابد اللي عملين القراقبة الملعين عملين يقولوا ده لابد أن يتضح للعالم والعالم كله يعرف ما هي الصحراء المغربية خصوصا العالم العربي يا جماعة اللي ما عندوش فكرة وهم بيلعبوا على هذا الوطر يعني هم بيلعبوا وبيستغلوا هذا الوطر إن المعلومة مش واضحة للشعوب العربية لا إحنا هنوضحها بقى هنوضح القصة كلها للشعوب العربية ونختم بذكرى المسيرة الخضراء اللي عملها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله عاوز أقول للعالم العربي كله أن الصحراء المغربية هي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية الشريفة تاريخا وحاضرا ومستقبلا بتبلغ مساحة الصحراء المغربية دي حوالي 266 ألف كيلو متر مربع يعني بما يعادل حوالي 38% من إجمال مساحة المملكة المغربية الشريفة اللي بتبلغ تقريبا 710 ألف كيلو متر مربع 80% من مساحة الصحراء المغربية بتقع تحت سيطرة المملكة المغربية الشريفة وبتنقسم الصحراء المغربية إلى منطقتين منطقتين رئيسياتين المنطقة الأولى طبعا أنا أعلم جيدا أن إخواني المغربة عارفين المعلومات دي ولكني لا أقصد أن أعيد عليهم المعلومة بقدر ما أقصد أن يعرفها العرب جميعا فأعذروني إذا كان هذا الكلام وهذه المعلومات عندكم لكن أنا اللي أصدو أن أنا أعلنها للشعوب العربية زي ما قلت لكم الصحراء المغربية بتنقسم إلى منطقتين المنطقة الأولى هي منطقة الساقية الحمرة والمنطقة الثانية هي وادي الزهب المنطقة الأولى في الشمال والثانية في الجنوب بتمتد المنطقة الأولى اللي هي الساقية الحمرة من الحدود الشمالية للصحراء شمالا يعني الحدود الشمالية مع المملكة المغربية الشريفة طبعا ما ما فيش حدود لكن احنا بنتكلم على المنطقة منطقة الصحراء يعني انا بحدد أبعاد منطقة الصحراء المنطقة الشمالية للصحراء شمالا إلى منطقة بوشدور جنوبا بوشدور هي مدينة ساحلية بتبعد عن مدينة العيون حوالي 180 كم منطقة ودي الدهب بتغطي تلتين مساحة الصحراء المغربية وبتمتد من مدينة بوشدور في الشمال إلى الحدود الموريتانية في الجنوب أكبر مدن الساية الحامرة هي مدينة العيون واللي بتعتبر أكبر مدينة في الصحراء عموما في الصحراء المغربية وبيعيش فيها حوالي 40% من سكان الأقليم الجنوبية أو الأقليم الجنوبية سكان الصحراء عاوز أقول لكم أن الكسافة السكنية بسيطة جدا هناك والحياة رائعة وخصوصا بعد قيام المملكة المغربية الشريفة بإنشاء البنية التحتية والفوقية والخدمات ويعني روائت الصحراء لدرجة أنها بقت ألمع من مدن كتير خصوصا المدن القرقوبية أكبر مدينة بقى جملتلكم فيه الساية الحامرة هي مدينة العيون اللي بيسكن فيها حوالي 40% من سكان المنطقة وأكبر مدينة في ودي الدهب هي مدينة الدخلة اللي سموها بهذا الاسم لأن هي شبه جزيرة في الماء في ماء المحيط الأطلسي فاعتبروها أنها دخلة في المحيط الأطلسي ومن هنا تم تسميتها بمدينة الدخلة بيعيش في مدينة الدخلة لوحدها حوالي 100 ألف نسمة تقريبا تقريبا 100 ألف نسمة وهي زي ملتلكم مدينة ساحلية على المحيط الأطلسي بتمتاز أراضي الصحراء المغربية بقى بيحتواءها على ثروات هائلة من الفوسفات والفلاز والنفط والسروة السماكية الضخمة عوزح أقول لكم بقى أسماء القبائل اللي موجودة في الصحراء المغربية وأصولها القبائل اللي موجودة حاليا وأصولها وأعذروني إذا كانت التسميات ممكن يعني منطقهاش بشكل يعني واضح فأعذروني وعده هاليا أولاد تدرارين أولاد تدرارين وجدهم أحمد بن غنبور هجر من المغرب واستقر بالصحراء دي قبيلة قبيلة الركيبات وينتسبون إلى الأدارسة من الشمال المغربي جم من الشمال المغربي واستقروا في الصحراء المغربي أولاد دليم وآية عمران والعروسيين وهم أدارسة برضو جم من المغرب يعني نزلوا من المغرب واستقروا في الصحراء الشيخ ماء العنين وينتسبون إلى الأدارسة أيضا قبائل الشيخ ماء العنين وبينتسبوا إلى الأدارسة في تكنة أعتقد وبتضم آية الحسن وآية موسى وعلي وياكوت وآية أوسي وكلهم من أصول مغربية يعني إحنا باختصار يا جماعة أمام منطقة تعج بالأصول المغربية اللي انحضرت من المملكة المغربية الشريفة من فوق وسكنوا في جنوب المملكة المغربية الشريفة اللي هي الصحراء يعني سكان الصحراء المغربية هم في الأصل مغاربة يدينون بالولاء للمملكة المغربية الشريفة بتتقسم القبائل دي بقى في الأعمال هما طبعا زي ما قلت لكم هما زي أصول مغربية بيتقسموا النشاطات والأدوار فمنهم اللي بيشتغل في صيد السمك ومنهم في التجارة ومنهم في شون الدينية ومنهم يعني بيكملوا بعض في الحياة اللي هم عايشينها بيكملوا بعض وطبعا فيه تنسيق تام بين تلك القبائل سكان الصحراء المغربية بتجمعهم أصول أمازيغية وعربية يعني منهم اللي أصله أمازيغي ومنهم اللي أصله عربي بيتكلمون اللغة العربية اللهجة الحسانية وهي مزيج من العربية والأمازيغية وبيدينون بدين الإسلام على مذهب الإمام مالك يعني هم مسلمون أمازيغ وعرب وأصول منحدرة من المملكة المغربية الشريفة الشريفة كل ده تجسد في شيء مهم جدا في إن جميع القبائل التي تسكن الصحراء المغربية بتدين بالولاء والبيعة لملوك المملكة المغربية الشريفة جميعهم وصولا إلى جلالة الملك محمد السادس اللي جددوله البيعة في عام 1999 وأعلنوا أنهم يدينون بالولاء ويجددون البيعة لجلالة الملك محمد السادس ويترحموا على أجداده ومن سبقوه في تولي ملك المملكة ده باختصار وبداية لقصة المملكة المغربية الشريفة وصحراءها المغربين يعني بداية حدوتة الصحراء المغربين أما من يسكنوا في تندوف فليسوا عرب ولا أمازيغ ولا أهباب أزرق عليهم وعلى اللي عملهم هم مرتزقة جاءت بهم دويلة الجزائر البائسة عشان تشكل بهم الدولة الصحراوية الوهمية دي عصابة البولوزاريو الإرهابية وتحارب المملكة المغربية الشريفة لانتزاع الصحراء المغربية منها دي الحدوتة باختصار والحلقة اللي جاية بإذن الله هنكمل بداية النزاع بقى والصراع حول الصحراء المغربية وطمع دويلة الجزائر فيها جه منين وده اللي هنقوله في الحلقة الجاية استنوني كل التحية والتقدير والاحترام لكم ساعدت بكم وساعدت بوجودي معكم دعواتي بأن يشف الله وكل مريض يتقلم ولا أحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما ودائما وأبدا وما حيث أقول أن العروبة ليست دولة إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنا كلمة وطن كل التحية والاحترام وأشوفكم في كابسولة جديدة ومش حتأخر عليكم ودايما حفظ لأول عن قناعة ويقين أن الصحراء مغربية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وحقد كل حقد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته